الحديث بتكلم عن حاجة انا بضع ترجمة لهذا الحديث سيرا على سنن من قبلنا ان احنا نترجم هذا الحديث بترجمة ولكنها ترجمة حضرية بتقول ايه الترجمة دي يعني ايه ترجمة يعني عنوان لهذا الحديث عنوان هذا الحديث عندي بيجدد منظومة القيم الانسانية وعنوانه بيقول الافتقار ركن العبودية والانسانية يعني ايه يعني الافتقار الى الله هو ركن الإنسانية هو الناس زاد فيهم القتل ليه زاد فيهم الصراع ليه عشان هم مش حاسين ان هم فقرة هو حاسس ان الفرصة اللي عند فلان دي المال اللي عند فلان دي هو لاه حق فيه فبيسرعوا عليه فبيتقاتل أنا عارف ان التواضع احد القيم الإنسانية بس في حاجة قبل التواضع احنا قعدنا نجعل الإنسان قادر يسيطر على الحياة لغاية ما الإنسان تجبر لغاية ما الإنسان سهل عليه الظلم وسهل عليه ان يحول غيره الى وسيلة حتى لو كان الوسيلة ده تلإنسان وسيلة يصل بها الى مراده وعشان كده احنا هنا بنتكلم عن قيمة وكأننا باعتبرنا احنا كمسلمين عايزين نشارك في الحضارة القائمة في الحضارة القادمة بنقول للإنسانية احنا بندعو الى منظومة قيم على رأس منظومة هذه القيم التي نحي بها الافتقار مش الافتقار لبعض الافتقار هنا مش ان الواحد يحب الفقر لكن الافتقار معنا افتقار القلوب لله الاحساس باننا لا نستطيع ان نبقى ولا ان نعيش ولا ان نحيا بغير الله على فكرة وده وقت على فكرة ممكن يعيشه الانسان سواء كان مسلم او غير مسلم لان كل البشر بيحسوا في اوقات كتيرة جدا ان هما في قوة فوقهم هي اللي بتدير حياتهم اول ده اللي خلي قدم اسميس مثلا يقول ان فيه يد خفية هي اللي بتحرك الاسواق هي اللي بتعمل في الاقتصاد وهي اللي بتحرك السوق كل ما بنظن ان السوق خلاص انتهى واتدمر يتحرك السوق مرة تانية وعشان كده قيمة الافتقار الى الله سبحانه وتعالى هي قيمة مركزية في حياتنا ليه لان الافتقار في الحقيقة هو اللي بيحافظ وبيوصل الانسان الى الامن والسلم بدون الافتقار الانسان مش هيحصل لا على الامن ولا السلم ودول اهم معنيين ان المفروض يكونوا في حياة الانسان ولذلك هذا الحديث يتكلم عن ماذا يتكلم مش عن شعثي ما يتكلمش عن فقر الاموال لكن بيتكلم عن افتقار القلوب ربا اشعث اغبر زي طمريني مدفوع بالابواب لو اقسم على الله لابره يعني قيمة الانسان بالقيم قيمة الانسان ببره ببره يعني ايه اللي نخدها من قولي تعالى لو اقسم على الله لابره لماذا لان الله سبحانه وتعالى قال هل جزاء الاحسان الا الاحسان يبقى هو لو اقسم على الله لابره لانه كان برا كان من الابرار طيب كيف يكون الانسان من الابرار قال الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون مما تحبون من المال والولد والنفس احنا مش نقدر نعيش مع بعض إلا إذا كنا من أهل البر كنا من أهل الفض لو عشنا بالحقوق بس هيهلك بعضنا بعضا ولذلك لا يؤمنوا أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله وولده ونفسه التي بيننا جنبي